السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيب قلب عملين ايه? اهلا معيكم في فيديو جديد من يوميات سعد ورامي. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة العجيبة دي. كيكة ما فيش اروع من كده. كيكة ما ارمشها من برا. وطرية وجميلة خالص من جوه. هنعمل النهاردة مع بعض كيكة الجلاش باسهل طريقة وباسهل مقدير. شوفوا ما شاء الله فراغات من جوه جميلة خالص ازاي هشة خالص من جوه. ومن برا مقرمشة وطعمها حكاية. تقدر تزينيها باي شيء يعجبك. اه عليها سيرب تقيل. وهنشوف بقى في الفيديو هنعمل ايه? بس اه جربوها ومش هتندموا. كيكة لذيذة جدا ولعيالكو لا تحبها. خلاص? هيقول لكم ايه? ايه? يعني هيدوكي سقفة كده ويقولك يا شطرتك يا حلوتك يا ماما. يلا بنا بقى بسرعة نراحها الفيديو ونشوفها نعمل ايه? اول حاجة معايا هنا صانية دهنها سمنة. تمام? من غير اي حاجة. يضوبك دهنها سمنة. اه مقاس تمانية وعشرين الصانية دي. معايا هنا نص كيلو جلاش. نص جلو جلاش كده طازة يكون طازة. يكونش مفرول ولا كده يكونش بايت عندكم مفرول. هي ما فيهاش حاجة بس ايه? كده اسهل يعني. همسك الورقة ورقة ورقة كده وكرمشها بالشكل ده. واحطها. اجيب اللي بعديها برضو نفس الطريقة. اكرمشها كده اكعببها كايني بكعب بورقة. واقوم ايه? حطاها برضو جنب اختها. تمام? هعمل بقى وهفضل ماشية بالطريقة دي. الحاد ماملة الصانية كلها كده معاكم. واحدة واحدة. بصوا الجلاش الطازة بيفرق في اي حاجة. ايه بيبقى جميل جدا. هنا عندنا كمان الراجل اللي انا بجيب منه الجلاش ده. يعني عنده زمه وضمير كده وجلاشه جميل. بصي. تكرمشها كده. ايه? وتحطيهم جنبه بعض كده. ما تكبسيهاش. يعني ما تكرمشهاش او تكبسيها كده بايدك. لا خلي ايدك مهوية كده زم انا مورياك ايه? يا دوبك تكرمشها كده هو بسيط. وتقعد يتحطي واحدة جنب واحدة جنب واحدة الحاد ما تملي الصينية بتاعتك ايه? كلها. تمام? والله العظيم جميلة وطعمها جميل وخفيفة مقدرها خفيفة مش اه يعني مش عالية خالص ورغم انك بتسقيها سيرب بس ما بتبقاش تقيلة برضو. طعمها حلو حاجة كده ايه? كل الولاد بتحب الحاجات المقرمشة اللي من برة دي والطريقة من جوه. دي اكيد هتعجبه. حلوة وسهلة وجميلة. وعلى قد ايدك ما قادرها على قد ايدك. مش حاجة يعني صعبة. نص نص جلاش بتمانية جنيه حاجة زي كده. اه. والدنيا بتاعتك هتبقى بسيطة وهتعميلي صنف حلو. هيبقى جميل لبيتك ولعيالك. ويدفي برضو في السقع. اي حلويات على فكرة بتدفي في السقع. كده تدي سعورات كده للجسم كده وتبقى تمام تمام تمام. خلاص خلص. خلصت انا كده كل الكمية. خلاص كرمشتها زي ما انتم شايفين كده. هاركنها على جام. هاجي بقى المقادير بتاعتي البسيطة اللي انا ايلالكو عليها. معايا هنا ايه? معايا هنا تلات بيضات. ممكن لو حابة تخليهم اربعة ماشي تمام. بس هم تلاتة حلوية. ومعايا معلقة هرامية كده من البيكنج بودر. ومعايا نص سمنة. اه بلا دي او او زبدة او حباها زبدة على زيت. المادة الدهنية دي بتاعت كنتي. بس لو عملتيها بزيت مش هتديها طعامة. مش هيبقى لها طعام. وكوباية ونص لبن وفانيليا ونص كوباية سكر. دي المقادير بتاعتنا دي كده هنركنا على جامبه نجيب الخلاط بتاعنا. اول حاجة انزل بها البيض. طبعا مع البيض الفانيليا. حابة تستعملي بودر حابة تستعملي سايلة الموجود عندك. مش مش كده مش هتوقع. خلاص. تبقى كده. حط السكر نص كوباية السكر. احط الكوباية ونص لبن. تمام? احط نص كوباية السمنة او الزبدة زي ما تحبي بلاش الزيت عشان الزيت مش هيبقى طعم وفيق مش هيديك طعم حلو زي السمنة برضو. بالذات لما تكون بلدي او او زبدة. معايا هنا بقى اللي ما حططوش معايا البيكنج بودر. لسه مش هحطو دلوقتي لما اخفض كل الكلام ده كله مع بعضه. لحد ما السكر بتاعي يدوب وبعد كده اقوم حطى البيكنج بودر. نضربه كده زي ما انتم شايفين. لحد ما السكر ايه يدوب مني. السكر هنا دب مني وحطيت البيكنج بودر وخلاص هاجي اسقي بقى الكيكة بتاعتي بالخليط الجميل اللي انا عملته ده. هاسقي الجلاش كده داير ما يدور. همسك الحروف الاول وبعد كده اخش على النص عشان اتأكد ان كل ورقة جلاش شربت من الايه من السوس اللي انا عملا بتاع الكيكة ده. تمام? حاجة اسوي الوش بقى عشان ايه? عايزها ما تكونش من يعني منع كشة كده تبقى ايه? سوى واحد. هحاول كده ايه? اسويها بالنسبات سيولا معايا كده. هحاول ايه? اهز الصينية برضو عشان الخليط بتاعي يتشبع بكل الورق بتاع الجلاش كده زمانتوا شايفين? ومعانا فرن اه درجة حرارة مية وتمانين الرف الوسطاني زي ما بنعمل اي كيكة. خلاص كده بعد ما طلعتها من الفرن على درجة حرارة مية وتمانين زي ما قلنا الرف الوسطاني زي اي كيكة معايا هنا سرب تقيل. خلاص وطريقة السرب هسيبها لكم في صندوق الوصف. هي طريقة سهلة وكلنا عارفينها طبعا. هاجي كده اه اسئل جلاش بتاعي السرب بتاعي سائع وجلاش بتاعي سخن. لازم كده. ولازم يكون السرب بتاعها تقيل. هي هي حبة ان السرب بتاعي كنت قيل. هنقول لها لأ ما تحبش ليه? لأ ما ينفعش طبعا. هجهز بقى كده الايه? الصينية بتاعتي عشان السرب بتشبع بايه? كل حتة وكل قطعة كده في الكيكة بتاعتي. وتمام هسيبها تبرد بقى وبعد كده رجع لكم. كده بردت معايا خالصة هي وشربت السرب الجميل بتاعي. معايا بقى وقت التزيين. وقت التزيين زي ما تحبي. انا معايا هنا كريمة كانت عندي في التلاجة الكريم شنطية. انت بقى عندك ايه جوزة الهند? عندك سكر بودر لو عايزة. عندك مكسرات زي ما تحبي. فواقل مجففة طريقة التزيين ده بتاعك انت. انا هعمل كده روزيتات كده بسيطة كده على الحرف بالكريمة بتاعتي كده. اي منظر يفرح الولاد وخلاص يعني. تمام? اي تمام قوي كده. حلو والله يدها شكل جميل في الاخر. وعشان احنا عارفين ان العين بتاكل بالزات ايه? قبل البق مع الاطفال بالزات. احنا يكبر ما بتفرقش معان. بس الاطفال بيحبوا الحاجات والالوان والحاجات دي. فلازم نفرحهم طبعا. خلاص هعمل كده واحدة في النص وعندي هنا باقي. عندي كريز. حبة انت برضو تعمليها وتحطي عليها مكسرات عادي ما فيش اي مشكلة. عندي كريز كده هاجي. كريز احمر هاجي على كل روزيتة عملتها. هنزل بالكريزاية. دا ايران ما يدور كده. وزي ما قلت لك الشكل ده بتاعك اي حاجة تحبيها. آآ جزت الهند برضو لما بتروشيها عليها بيبقى طعمها حلو. الفول السوداني. ايه 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 مكسرات بندق فوزدق اي حاجة انت حباها عندك متوفرة عندك حطيها. مش هتقول لا يعني. خلاص كده جبت الكريز الاحمر معايا دايران ما يدور كده. حط واحدة في النص كمان. عشان تكمل ايه الصورة بتاعتنا الجميلة. تمام كده وكملت بحمد الله. هبدأ بقى الطاعة معاكم عشان اوريها لكم من جوة تحفة 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 والله العظيم جميلة جدا وتشوفيها كده وتقولي دا تقيلة والسيرة بتقيل مش عارفة ايه دي مسكرة زيادة لا والله جميلة جدا وهتعجبك ان شاء الله وانا مسميها الكيكة العجيبة. لانها كيكة من الجلاش يعني. شفتوا بقى الجمال شوفوا بقى مقرمشة من برا ومقرمشة من تحت ومهوية خالص من جوة ازاي? خلاص جميلة جدا جدا جدا. قبل ما ننهي بقى ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات سعد ورانيا. ما تنسوش تدعمونا يا جماعة واللايكات يا جماعة عشان اللايكات هي اللي بترفعنا. ويا رب تكون الفيديو النهاردة عجبكو اكون يعني ايه خفيفة عليكم كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا